اهلا لما طلبت الصف الاول السنة والنهاردة عملتلكم ان شاء الله بامر الله تلخيص شامل للمنهج اهم تاجات المنهج معلومات لازم نعرفها قبل ما ندخل الامتحان عشان تساعدنا على الحلة ياريت نشترك في القناة ونفعل الجرس بسم الله نبدأ مع بعض هنا دون موليسي في المدرسة السنة والتعتي إليا دو جيمناز اتنين صارت ألعاب رياضية لما جي أعمل نيجاسيوناف للفراز دي طبعا هنا إليا لما جي أنفيها بنفي لك غيك والآ بحطهم بين النو والبا وكمان لك غيك حرف الفويل فبعمل إلينا أبصرف التكاية المهمة لازم أعرفها لما يكون عندي نمبر عدد في النفية بلغي وحولوا الدو والأس الجامعة بتاعة الكلمة اللي بتيجي بعديه بلغيها بعملها مفرد طيب لو أنا عندي عدد في العمر ما قولك لا جاتي تقول لي جي مثلا عندي أنزة عندي 11 سنة كتغزة العدد هنا ما بتغيرش بنزل به زي ما هو في النفي طبعا العدد اللي بتغير هو على أي عدد غير العمر بستبدل العدد بالدو وبحز في الأس أو الأكس اللي ما دوله علامات الجامعة من الكلمة اللي بعديهم ولما جي أنفي كلمة إليال إن ده مصطلح بمعنى يوجد بنفي لجريك والآ فقط هم اللي بحطوهم بين طرفي النفي تاني تكاية وتاني معلومة لما بيجي لي في الاتشوز أو الاختيار ده من كلمة كومبيا أداة استفهام بيجي بعديها دو ودي أبسترف دو لما يكون الكلمة مبدوئة بكون صنة حرف ساكن دو أبسترف لو الكلمة بحرف فويل هنا الكلمة معايا إليف كومبيا دو ليف كمعالد التلاميذ عملتها دو أبسترف إيه المعلومة المهمة؟ إن كومبيا دو كلمات من كلمات القانتة تلك مع عدد قصدي كلمات العدد دايما لو جاء بعدها اسم جمع بيجي بعدها اسم جمع ما بحطش دي الجمع هي إكسيب غير سيو تعبير على بعضي كده كومبيا دو حتى لو بعضيها اسم جمع طبت دو بتكون مفرد ماينفعش أقول دو الجمع دي معلومة خلي بالي من لها لما ننكر واحد يجي يشوف كلمة إليف إليف جمع فيقول لا أخو كومبيا دو أو دو أبسترف حسب الكلمة اللي بعدها تالت تكافل منهج معي والمعلومة اللي لازم نتعرف فيها على بعض مع بعض هنا كلمة شاك بمعنى كل بميز بجيلي في الاختيار دايما قلب الفرق بينها وبين كلمة تو هيتو كل وشاك كل هنا شاك صمدي بعدها الاسم مباشرة كل سبت هي بتدي نفسه الصمس المعنى لما قولة تو لي صمدي كل السبتات يعني حاجة بتتكرر أنا بعملها هنا نخلي بالنا إن تو والاسم اللي بعدها تفصل بأداة هنا أداة معرفة أما هنا كلمة شاك جات بعدها الاسم على طول ما فيش بينهم أي فواصل لأن دا بيجي في الامتحانات بيجيب لي نفس الكلمتين بنفس المعنى فتيما كلمة تو تو دي بتجي لها مشتقات هنتعرف عليهم دلوقتي بعدها أداة معرفة بتفصل بينها وبين الاسم رابع تكاية معايا نخلي بالنا عندي هنا كور الحصة بيجي قبليها في برب أفوار يمتلك وبعديها الدو لما قول جي كور دو مات عندي حصة ماس إيه اللي حصل هنا جات بعديها الدو نخلي بالنا وقبليها في برب أفوار مصرف تو با هنا كور بيجي بعدها دو وقبليها في برب أفوار هنا جسوي فور عن فرنسي أنا قول في الفرنسيوي أو ممكن أقول جسوي موية أنا متوسط تو با لما حدد مستوية قبل المادة الدراسية باستعمل عن دي كلها تكات بخلي بيلي منها لأنه بيجيبها في الاختياري تو با كلمة كور حصة بيجي بعديها الدو وكلمة كور على فكرة الكلمة الأس هنا مش أس الجامعة أس في أصل الكلمة يعني هي كده مفرد واللي عندي حصة ناس والكلمة هنا مذكرة وبتنفع تيجي جامعة لأن الكلمة اللي آخرها أس بتيجي مفرد وجامعة ما ينفعش أكتب اتنين أس صورة بعض كور هي بتمشي مفرد وبتمشي جامعة طيب أنا عايزة هنا أسأل عن الساعة السؤال عن الساعة أكلير أكلير يعني في أي ساعة طب كلمة الساعة هنا كلمة مؤنسة أخذت كل اللي هي أخرها أ ضبل أل أ خلاص لأن المذكر بتاعها بيكون كل بأل واحدة فما ينفعش أجيبها هنا كده لازم أجيب كل مؤنسة في تكاية مهمة جدا نخلي بالنبيها لما أقول هنا كلمة دومي كلمة بتيجي مذكر وبتيجي مؤنس إمتى أستعملها مذكر وإمتى أستعملها مؤنس بتيجي مذكرة لما تيجي قبل الساعة هنا عارفين كلمة أغ الساعة مؤنسة على الرغم أن كلمة دومي مسبوكة بإن أدام وأنسة الإن دي عايدة على الساعة في نص ساعة ترجمة هنا في نص ساعة يعني أنا وصلت في نص ساعة لما تسبق هي تسبق كلمة الساعة بتيجي مسكولاء مذكرة وبتيجي مسكولاء إمتى كمان مع كلمة منوي وكلمة ميدي منتصف الليل ومنتصف النهار ميدي عند الظهر منوي منتصف الليل إجابة دي هم كلمة دومي يعني نص بتيجي مسكولاء مذكرة ما بضف لهاش أغ التانيس إمتى بضف لها أغ التانيسة في الافراز اللي جاية لما أقول إلي ستغ يعني الساعة سبعة أغ دومي ونص هنا جات إيه في ميناء لأنها جات بعد كلمة أغ الساعة ما جاتش قبلها دي ملحوظة نخلي بالنا منها لما باجأ أسأل عن الساعة بأسأل بكلمة أغ أغ يعني هو على رغم إن الساعة في ميناء مؤنسة والإيلي يعني هي تكون الساعة تكون ستغ الساعة سبعة دومي ونص دبنا نخلي بالنا من كلمة دومي ودومي هنا مؤنسة وإمتى بتكون مسكولاء مذكرة هنا عندي تكاية تاني نخلي بالنا منها في الاختيار بتيجي كلمة أطلس الأطلس اللي هو المجلد الخرائط كلمة آخرها أس في أصلها الكلمة دي مسكولاء مذكرة الكلمة دي مذكرة خلي بالك الكلمة اللي آخرها أس بتمشي مذكر وبتمشي مؤنس يبا هي لما تيجي مفرد بتاخد آ جمع خلاص بتدني الأس بتاعتها ما بتتغير حتى نكمل مع بعض هنا أدوات الملكية نخلي بالنا الكلمة المؤنسة المبدوة بلتروفايل بس تبدل الما والطا والصا بمون تون صا أما أقول سي ما إيكول ده خطأ المفروض أن أقول سي مون إيكول مدرسة دي عرغم من الكلمة إيكول إيكول مدرسة في ميناء مؤنسة ولكن عشان مبدوة بلتروفايل حرفه متحرك هنا طا اغلوج لاساعة الحائط مبدوة بالأش والأش منолотروفايل حرفه متحرك فبستبدل طا بالطا أمي صديقة مبدوة بلتروفايل حرفه متحرك فبستبدل صا بالصن يعني بستبدل الفيمينا بالمسكولام مع الكلمة المؤنسة المبدوة بلتروفايل حرفه متحرك إنت يريس عملتش اشتركتش في القناة وعملتش لايك يريتني اعمل لايك مع فرنساوي مع همت انا عندي ملحوزة نخلي بالنا منها انا عندي بيوبزيسيو حرف الجر الدو بيدل على ملكية شخص الشيء ما اما اقول هنا لا شامبر يعني الغرفة دي دو مغتا بتاعت مغتا هنا ملكية للغرفة خط الدو خلاص الفرق بينها وبين الآ تم الآ برضو بتدل على الملكية الآ لازم تكون مسبوكة بفيرب اتغ اللي هو فيرب الكينونة هدي اتغ نفتكره مع بعض بمعنى يكون وممكن استعمل برضو قبلي اسم عادي او ضمير توكيد اقول لا شامبر هزي الغرفة اي طالوي اي طالوي يعني بتاعته هو سا شامبر يعني تخصوش سا شامبر طب هنا اللي بفرق بين الدو والآ ان الدو بتسبك بفيرب اتغن اما الدو بتيجي مباشرة متفصلش باي شيء هنا كس كسي كس كسي يعني ما هذا بسأل عن شيء غير عاقل هي هي بتدي نفس الصنص المعنى لما اقول سي كوا ما هذا سي كوا ما هذا ما بسأل عن شيء غير عاقل ممكن اقول ك بردو ممكن استعمل ك ميزا ماذا وبتبق كو عباستروف لو قد قدامها لتغيق في الحرف متحرق طيب بسأل اا كو بسأل عن ملكية شخص الشيء في السؤال بقول اا كو اي لما اي لسو دي بتاعت من دي اا كو صن لي ليفر مفرد و جمع طب اا كو كي اصلا قد تستفهام بسأل بها عن شيء عاقل عن شيء عاقل خلاص هنا استعملتها مفرد لمن الكلمة اللي قابليها مفرد هنا جمع لمن الكلمة اللي بعديها جمع بوخ و لماذا بتسوي وي بالانجلش يعني لماذا الاجابة دايما بتلاقي كلمة كار لان بخس كو لان بوخ لكي او لأجل طب بميز بينهم ازاي كلمة بوخ دايما بتيجي بعديها الفيرب في الانفينتيف في المصدر اما كار بخس كو لان بيجي بعديها جملة عادية من فعل وفعل عادي هنا اما اقول جو في اوكلاب انا بروح النادي بوخ جوي كلمة بوخ هنا لكي العب كلمات يعني اعطيت السبب لماذا بوخ و ف تو وسينما لماذا انت تذهب للسينما فهنا دايما لو انا هستعمل كلمة بوخ بيوبها بعديها الفيرب في الانفينتيف في المصدر لازم نخلي بالنا بتيجي في الاختيار لو شفت كلمة بوخ بحط بعديها الفيرب غير مصرف وايه حالات الفيرب الغير مصرف تاني لو قلت الفيربين في الجملة واحد مصرف بالتاني بيكون بعديه في الانفينتيف في المصدر خلاص وممكن كمان اه بيجي بعديها الفيرب في الانفينتيف في المصدر غير مصرف اه دو بيجي بعديها الفيرب في الانفينتيف في المصدر غير مصرف بوخ زي ما احنا قلنا صان دي كلها حالات ان الفيرب ببصرفهش عندي هنا كلمة تو يعني كل بتيجي بعديها الكلمة مفرد مذكر توت مفرد مؤنس يعني كل توت نفس البقنانسياسيون نطق هنا جمع مؤنس تو جمع جمع هنا مذكر تماما ايما تو ببتعتمد على الكلمة اللي هتيجي بعديها ناخد كل كل اي بيجي بعديها بالقل الوحدة كلمة مذكرة انها بتدل على ان هي مفرد مذكر كل مؤنس دي كلمة ماتيور كلمة مادة مؤنس جو يوم مذكر كل بالأي أس جمع مؤنس لونج لونج اللغة هنا جمع مؤنس يبقى لغات خلاص اخر واحدة معايا كل جمع مذكر زي كلمة كوخ حصص شوف كلمة كوخ جات جمعهم اخرها الاس جمع مذكر خلاص لشان لما بيجيب لي الكلمة اعرف اخطار اي واحدة بتناسبها دات الاستفهام حسب الكلمة اللي هتيجي بعدها احنا كده بأمر الله باللمة اكبر قدر ممكن من التكات المهمة وان شاء الله انتظر فيديوهات مراجعة وهيسيب لكم رابط الفيديوهات اللي انا نزلتها وحلمت حناتها سندوا الوصف ان شاء الله بسم الله جي مال انا عندي لدي واجع او قلم دي كلمة مالة يعني تاعب مسبوكة بوفور مصرفة نفتكروا مع بعض فير بوفور مع الجو مع تو ا ا ا ا س مع الول والال بياخد آ مع النو بياخد نو سا многو ده فير بوفور بمهم جدا مع الفو بياخد ا passado بو سا vi انتم تمتلكم مع إيل لدجامع وقل لدجامع بياخد ان. هقول هنا الزم. جي تيا الى نوزافو. فوزافي الزم. طب انا عندي مصطلح على بعض ما بعبر عن الالم او الوجع. هنا باخد كلمة مالة مسبوكة بفيرب افور. بعديها بجيب الحاجة اللي انا بشتكي منها. بس لازم تقسم. لو العضو اللي في الجسم مذكر باخد له او. لو مؤنس على. لو مبدو بلت غفويل على ابوستروفة اجماة او اللي هو فيها ال اكس. اما اقول هنا نصنفهم مع بعض. جي مال ووفندر. عندي واجعة في البطن. كلمة مسكولا مذكرة. جي مال وكو الرقبة. جي مال ووني الانف. كلمة مؤنسة. جي مال على تيت. عندي واجعة في روسي. جيمال على بوش في رأس في بوئي. جيمال على ما في ايدي. ايه هي الكلمات المبدوقة بلت غفويلة. جيمال على اي بول الكتف. على وغي وغيان الاوزن. الكلمات الجامعة بق عندي. هنا جيمال وزيو العنين. جيمال او شيفو. اللي هو الشعر. ناس زي نقنس الصفات. كلمة بلوند. اللون الاشقر. عادي. التأنيس عام مثلا بضيفة او. بلوند. تبقوا الكلمة لو اخرها او. تبقى كما هي لا تغير. زي كلمة مانس. اللي هو نحيف. مانس. هي هي تمشي مسكولة ومسكولة. موسكلي. موسكلي. اللي هي مفطول العضلات. اخرها او. عليها اقصان. يبقى في التأنيس. بزود او. طب انا اخذت كم حالة. تلات حالات. بضيف ال او كتأنيسة. لو الكلمة اخرها ال او. تبقى كما هي. لو الكلمة اخرها او. عليها اقصان. بضيف لها ال او. نيجي بقى للكلمات الشزة. اللي ما بتتغيرش اصلا في المؤنس ولا المذكر. ماغو. اللون البني. يبقى كما هو. اوغانج. اللون البرتقالي. يبقى كما هو. شاتا. الكستنائي. يبقى كما هو في التأنيس والتسكير. سيبير. يعني رائع. يبقى كما هو. سامبا. اللي هو جميل. يبقى كما هو في التأنيس والتسكير. لا يغير. كلمة غو. اللي هو الاصهب. اللي هو شعر احمر. المؤنس بتاعه. الكلمة هنا اخرها ايه? اكس. المؤنس بتاعها. غوث. غوث. بلون. اللون الابيض. المؤنس الفيمينة بتاعه. بلونش. بلونش. لازم احفظها. لون. طويل. لونج. لونج. طويل. ده الفيمينة بتاعه. طب الكلمة عندي المنتهية بال ا ا ا ا. دي كلمات اه طبعا كلها شازة. نوفو. نوفل. جديد. دي كلهم بنطقهم او. اللي هي. قديم. فييو. فيي. قديم. انا عندي كلمات في الجمع. اخرها الاس او الاكس. تبقى كما هي. غو. يعني سمين. غو. اللي هو الاصهب. دي كلمات في اصل الكلمة. في الجمع تبقى كما هي. ما بحزفهاش. بتمشي جمعه. بتمشي مفرد. طيب. الكلمة اللي اخرها ا ا ا ا. كلمة دي. نوفو. بضيف لها الاكس. بضيف لها الاكس. كعلامة جمع. جينيال. ا ا ال جينيو. جينيو. يعني رائع وجميلة. بتوبا الكلمة اللي اخرها. ال. مجاج محا ا ا ا ا. اكس. فلص. طيب عندي كلمة, مش احنا خدنا كلمة شطا. وكلمة سامبا كلمات ا ا ا شزا. المفرد بتاعها زي المؤنس بتاعها زي المزكر بتاعها ولكن الكلمتين دوله في الجمع بضيف لهم الاس بتاعت الجمع دي معلومة مهمة جدا سامبا وشاتا بضيف لهم اس الجمع ولكن المؤنس والمذكر بتاعهم واحد لا يتغير هنا ان ضمير بساوي ال و ال في التصريف ان بساوي نو في المعنى احنا بنلعب كرة قدم هنا نو جو يعني نفس المعنى نفس السنس انو الفرب اخر انس كلكا يعني شخص ما جو يلعب وخلي بالك كلمة كلكا الفرب مصرف معها كأنه مفرد بضيف للاو فقط الناس الفرب اخره كأن دي بتساوي الجمع خلاصة طب الضمير ان مفرد في التصريف بتاعه ولكن يشمل بمعنى نحن اشمل ليه تلات معيني نو نحن كل كان شخص ما يعني كل الناس كيب معلومة وتكاية مهمة الى اموى دولو اسمين بمعنى نو نحن اه هنا شفت الضمير اون الفرب بصرف طبقا للأون مش للألا وعلى هنا دولو معناهم نو نحن طب الفعل انا صرفته طبقا للأون بس الصفة هنا بجمع الصفة بتتبع للفعل الاول بضيف لها الاس الجمع هم بيكون اكتف نشيطة نشطاء لان هنا عادة على نو مش الامر اه معلومة مهمة جدا على السريع لما لاقي برب فير يعمل بعديه اي رياضة بيجي بعديه ادوات التجزئة دي دي لا دي لا بصرف دي الجمع جي في دي تينيس انا بلعبتي لسه طيب عندي معلومة تانية اما اقول جي في على بلاج انا اذهب الى البلاج جي في اطنطا يبقى انا هنا برب قلي يذهب لما بيجي بعديه مكان انا بذهب اليه بيجي بعديه ادوات مضغمة ماشي اه في اسماء المدن بيجي بعديه حرف الجر اه طب فير بقاطغة فير بقاطغة لو انا مكان انا موجودة فيه هقول جي سوي جي سوي او سولف انا اكون في مطعم المدرسة هنا اي ليه على بيبيوليتيك بيجي بعديها الادوات المضغمة ا او على الابصرف او الجمع هنا طب اي انا ازاي حصلت على الادوات المضغمة لو جاء قبلية حرف الجر ا مع اللو بيتحول الو اه حرف الجر ا مع اللي الجمع بيتحول الو بالاس بالاكس ا مع الا ابصرف ما بيغيرهاش بينزل جنبها ا ا الا ابصرف ا مع الفي ميناء الابنزل زي ما هو ما بيتغيرش لما اقول هنا اونيتي في الصيف جي في انا بذهب الى البلاج انا بذهب الى البلاج هنا جي في انا بذهب ا ا مولي سي ليه هنا ليه هنا عملت حرف الجر ا ا ما اخدتش الادوات المضغمة عشان سبقت بادوات ملكية او نكرة فهنا ببطر ان انا اخد حرف الجر ا ا مع بير بقى ليه يذهب انتظروا مني فيديوهات مراجعة وان شاء الله المراجعة هنعمل فيديو كامل لنا فيها لا نمساش اشترك في القناة وانفعل الجرس اشتركوا في القناة وانفعل الجرس